الحمد لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بيكم أولادي وبناتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازمنا نتحدث عن حديثنا العظيم الكبير المهم العظيم في معناه وأثره وهو أخبرني عن الإيمان جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره لازمنا نتحدث في أخبرني عن الإيمان عن الإيمان بالأنبياء والرسول وتكلمنا بالأمس عن نبي الله موسى عليه السلام ووصلنا إلى عندما ترك قوم مدين وذهب بزوجته إلى جبل الطور في سيناء وحدثت المفاجأة الكبيرة وما هي تلك المفاجأة؟ هذه المفاجأة أنه عندما كان يسير بأهله ومعه أعصاه ومعه غنمه وزوجته شعر بشيء عند الجبل وكان أهله تجون إلى نار ليتدفأه فظن أن هناك ناراً بجوار الجبل من أجل ضياء رأاه رأى ضياءاً فظن أنه ناراً فذهب إلى هذا الضياء كلما مشى ظهر العجب عندما وصل كان العجب كله ما الذي رأاه؟ رأى شجرة موقدة بالنار ولكن النار لا يحرق الشجرة مشهد عجيب فلما أتاها لما وصل إلى هذه النار وجد صوتاً يقول له كلاماً عجيباً صوتاً يقول له إني أنا ربك من الذي يتكلم؟ الله سبحانه وتعالى كان يكلم نبي الله موسى كلمه فقال له إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى أنا ربك أي أنا الذي خلقتك وأنا الذي رزقتك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك يعني يا موسى أنا اخترتك حتى تكون رسولاً إلى الناس تبلغهم رسالة الله سبحانه وتعالى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري يأمره الله عز وجل يأمر الله عز وجل موسى فيقول له أنا الله وأنا لا إله إلا أنا فاعبدني وصلي أقم الصلاة لذكري وسبحان الله العظيم النبي الله موسى تعجب من هذا الكلام العظيم الكريم وهذه منزلة عظيمة لنبي الله موسى وكان معه عصاة فقال له ما هذه العصاة التي في يدك ما هذا الذي في يدك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها دي هذه العصا هي لي فأنا أهش بها على الغنم وأتوكأ عليها وأنا أمشي وهكذا فقال ألقيها يا موسى فلما ألقاها رماها إذا هي حية تسعى العصا تحولت إلى حية إلى ثعبان كبير فتعجب نبيه الله موسى وجرى خاف منها وابتعد عنها فقال الله عز وجل لا تخف لا تخف وأمسكها فسوف تعود إلى كونها عصا مرة أخرى وهكذا علمه الله عز وجل أنه يؤيده وأعطاه آيات ومعجزات حتى يذهب إلى فرعون وذهب فعلا إلى فرعون وعندما كذبه فرعون فأراد الله عز وجل أن يريه الآيات دعاه نبيه الله موسى إلى هذا الدين ويعلمه توحيد الله عز وجل أن يعبد الله لا يشرك به شيئا ولكن فرعون كان معاند كان لا يريد أن يؤمن فأراه الآيات الكبرى ظل نبيه الله موسى يريه الآيات وأراه الحية وأراه يده يخرج يده فتخرز بيضاء فبعدما حدث هذا قرر فرعون أن يهزم نبي الله موسى فأتى له بالصحرة فغلبهم موسى أيضا وظل هكذا نبي الله موسى يدعو إلى الله تعالى ويعلم الناس الخير وكان فرعون يعاندهم ويعذبهم وحتى أمر الله عز وجل نبيه موسى أن يترك مصر هو وقومه ويخرجون من مصر ويهاجلون منها فرارا من هذا الملك الظالم ولكن فرعون لم يتركهم سرى نبي الله موسى بقومه حتى وصلوا إلى البحر وفرعون أدركهم هو وجنوده قال قوم موسى إن لمدركون هكذا فرعون وجنوده أدركونا وسيقتلون فقال موسى كلا إن معي ربي سيهدين وفعلا ألقى نبي الله موسى العصاء كما أمره الله عز وجل أمره الله عز وجل أن يلقي العصات في البحر فأصبح البحر طريقا يابسا جافا انشق البحر وأصبح من ناحية اليمنى بحر ومن ناحية اليسرى بحر ولكن في المنتصف أصبح طريقا جافا يابسا وانطلق نبي الله موسى والمؤمنون معه وخرجوا من البحر وأراد فرعون أن يدركهم فأنزل الله الماء على فرعون وجنوده فقتلهم جميعا وظل فرعون يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل آمنت أنه لا إله إلا الذي جاء به موسى ليعلمنا إياه آمنت أنه لا إله إلا الذي علمني موسى أنه ربه وهكذا ولكن كان قد الوقت انتهى وفرصته قد ضاعت وغرق فرعون وذهب إلى النار ونجى الله موسى ومن معه هذه قصة نبي الله موسى ولها تفاصيل أخرى ولكن سنأخذها في مكان آخر إن شاء الله أعزال وهكذا تكون قد انتهت معنا قصة نبي الله موسى أحبتي نلتقي غدا إن شاء الله أعزال نحن نكمل إن شاء الله أعزال بقية الأنبياء والرسل أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته